موسيقى نشرة منتصف الليل عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين قوات مجلس الشورى مجاهد درنا تعلن تحرير المدينة بالكامل مما يعرف بتنظيم الدولة عقب سيطرتها على الكرفات السبع والحيلة والحجاج المجلس الرئاسي يتعاهد بتقديم الدعم لإعادة أعمار بنغازي وكوبلر يصف وضع المدنيين العليقين في المدينة بالخطير مساهل يبحث مع المجلس الرئاسي في طرابلس تأمين المناطق الحدودية وتنميتها ويقول إن الجزائر ستبذل ما في وسعها لدعم ليبيا أهلا بكم ما أكد الناطق الرسمي باسم مجلس الشورى مجاهد درنا حافظت ضبع قصف طائرات تابعة لعملية الكرامة مواقع تابعة للمجلس في مدينة درنا عقب إعلان تحريرها مما يعرف بتنظيم الدولة مشيرا إلى أن القصف لم يخلف أي أضرار بشرية في جانب آخر أوضح الضبع جرح عدد من المواطنين بسبب وجود بعض الألغام في منازلهم داعيا الأهالي إلى عدم الاستعجال في العودة قبل تأمين بيوتهم وكان مجلس الشورى مجاهد درنا قد أعلن تحرير المدينة وضواحيها بالكامل من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة جاء ذلك عقب تقدم قوات المجلس في محاور الأربعمية والفتاية ودعا الشورى مجاهد درنا في بيان له الثوارة إلى توحيد الصفوف بعيدا عن المتاجرين باسم الشريعة والوطن وضف البيان أنه سيتم الانتقال حاليا إلى مرحلة البناء والإعمار والتنمية والعمل على بسط الأمن والاستقرار تقدم كبير حققته قوات مجلس شورى مجاهد درنا في جميع محاور القتال لدعا ناصر ما يعرف بتنظيم الدولة التقدم الجديد ولسيما في محاور الأربعمية والفتاية يأتي بعد هجوم التنظيم الأيام الماضية واستلائه على بعض النقاط شورى مجاهد درنا أطلق عملية باسم شهداء الحيلة حيث تمكنت قواته بدعم من الأهالي من السيطرة بالكامل على مناطق الكرفات السبع والحيلة والحجاج وسجلت قوات الشورى سقوط جريح واحد وتقدمت في غياب مقاومة معتبرة من عناصر التنظيم تطور تفاعل معه سكان المدينة الذين خرجوا ملوحين بأعلام الاستقلال احتفالا بهذا التقدم المجلس وحذر المواطنين من الاقتراب من الأماكن التي تم تحريرها من عناصر التنظيم قبل اكتمال عمليات نزع وتفكيك المتفجرات والألغام التي قال المجلس إن عناصر التنظيم زرعوها في بعض المنازل قبل انسحابهم منها وفي سياق المتصل اشتبكت عناصر من التنظيم مع عناصر من عملية الكرامة متمركزة في منطقة النوار حيث اقدمت عناصر التنظيم على تصفية احد الجرحى كما اسفرت الاشتباكات عن احراق محطة وقود والاستلاء على سيارتين للتنظيم تطورات ميدانية متسارعة في درنة تعكس محاولة التنظيم الاحتفاظ بموطئ قدم الله في المدينة كما تعكس تصميم اهل المدينة على تحرير كافة مناطقها من اي وجود له هذا وخرج عدد من المواطنين في مدينة درنة في تظاهرات تعبيرا عن فرحتهم بالتحرير الكامل للمدينة وضواحيها من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة وانتو تقولوا الدواعش اننا نحنا جايين كان في دارنا الحمد لله ومن ناصر الله من عند الله عز وجل وانتصرنا عليكم وانا نحنا قاعدين في الفتاح وين الحمد لله الحمد لله لا كلا من ما يعرف الله أكبر الله أكبر الله أكبر شبابه شبابة شبابة والشباب الشباب لا يا حيش سهل يا حيش ه slave أغروضا من الحيش وحصلت قناة ليبيا لكل الأحرار على تسجيل مصور يظهر المواقع التي كان يسيطر عليها ما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة الافتايح بدرنا نزيل كله بالناب هذا ها؟ تقومي بيونك تقومي بيونك لا لا خضوني خضوني مماشي جسر قوخ كنا مضى بالفاجر راه عوزي الخانم وأنتوا تقولوا الدواعش أن الناصر نحنا جايينكم في دارنا والحمد الله ومن ناصر الله من عند الله عز وجل وانتصرنا عليكم وأنا نحنا قاعدين في الفتاح وين؟ كر وفر ومعارك على مدى أشهر فرت بعدها عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة من هذه المواقع إثر عملية شهداء الحيلة التي أطلقها ضدهم مجلس الشورى مجهد دارنا والقوات المساندة له من طبرق والبيضاء تسجيلات المصورة لقناة ليبيا لكل الأحرار أظهرت جانبا مما خلفه التنظيم في المقرات والمواقع التي تم تحريرها هذا الموقع في منطقة الفتاح يبدو أنه كان يستخدم مخزنا للمؤن فهو يحتوي كميات كبيرة من المواد الغدائية وغاز الطهي هنا موقع آخر كان يستخدم مستشفى ميدانيا لعلاج عناصر التنظيم الجرحى جراء المعارك مواد طبية وأدوية وتجهيزات مختلفة خلفوها وراءهم أما هذه فشعارات مكتوبة على حيطان جامعة الفتاح حيث كان يتحصن التنظيم بعضها تمجيد للتنظيم وقادته وأخر وعيد وتهديد لمخالفهم رحل التنظيم اليوم عن دارنا وبقيت آثار مقاتله تكشف جوانب من أساليب عملهم ودعايتهم فيما يأمل أهالي المدينة أن يشكل إعلان تحريرها طيا لصفحة من معاناتهم إلى ذلك هنأ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أهالي دارنا وكافة الليبيين بتحرير منطقة الفتاح وترضي فلول ما يعرف بتنظيم الدولة من المدينة نهائيا وفي بيان له مساء أمس ترحم المجلس على الشهداء وتمنى الشفاء العاجل للجرحة مجددا الدعوة لكل أبناء المؤسسة العسكرية والثوار لتوحيد جهودهم ضمن مشروع وطني تحت مظلة حكومة الوفاق الوطني لاستئصال هذا التنظيم من ليبيا كما أكد المجلس تعهده بتوفير الدعم الكامل لدارنا وأهلها حتى تتعافى كليا مما ألم بها بحسب البيان تعهد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتقديم كل الدعم اللازم لمدينة بنغازي وكافة المدن المتضاررة من أجل إعادة أعمارها وأكد المجلس في بيان له التزامه بالمهام الموكلة إليه بحسب الاتفاق السياسي وبدعم المؤسسة العسكرية ومنتسبيها في كل أرجاء البلاد مثمنا الجهود المبذولة من قبل المؤسسة العسكرية في بنغازي للقضاء على ما يعرف بتنظيم الدولة كما ثمن وقوف الليبيين في السدرة وصبراتا ضد التنظيم وأشار المجلس إلى أنه سيعمل من أجل بناء مؤسسات الحكم الرشيد وتطبيق القانون المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية كما دع المجلس في بيانه مجلس النواب إلى سرعة إتمام الاستحقاق السياسي من أجل التخفيف على المواطن الليبي الذي يعاني أوضاعا معيشية صعبة ووصف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتين كوبلر وضع المدنيين العالقين في بنغازي بأنه خطير ومقلق جدا وطلب كوبلر في تغريدة له على صفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر طلب جميع الأطراف بحماية المدنيين والعمل على تأمين خروج آمن لهم بأسرع وقت ممكن حذر الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي المواطنين من الاقتراب من مناطق المدينة التي شهدت اشتباكات خلال الفترة الماضية وخاصة المنازل الواقعة بالقرب من مصنع الإسمنت والمقبرة بالهواري مطالبا سكان هذه المنازل بالتمهل في العودة وأرجع الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي سبب تحذيره إلى وجود عدد كبير من مخلفات الحرب والألغام في المنطقة مناشدا جميع المواطنين بإبلاغ السلطات المحلية في حال الاجتباه بوجود أي جسم غريب في تلك المناطق قالت عضو مجلس النواب سيهم سيرجيوا إن النائبين الأول والثاني لمجلس النواب دعوا لعقد جلسة طارئة للبرلمان يوم الخميس وأوضحت سيرجيوا لقناة ليبيا لكل الأحرار أن جلسة الخميس من المقرر أن يتضمن جدول أعمالها تعديل الإعلان الدستوري والتصويت على حكومة الوفاق في آن واحد إذا ما تحقق النصاب لذلك هذا وأشارت سيرجيوا إلى أن مطالب معارض الاتفاق السياسي تنسف المراحل التي مر بها الحوار وتعيده إلى المربع الأول بحسب تعبيرها منوهة إلى أن رئيس مجلس النواب هو من يتمسك بحذف المادة الثامنة من الاتفاق السياسي من جانبه اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتين كوبلر أن مجلس النواب لا يتحمل مسؤولياته في إشارة إلى العراك الدائر داخل مجلس النواب وأوضح كوبلر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن مجلس النواب لا يتصرف بشكل مسؤول تجاه إنهاء معاناة الشعب الليبي حاثا البرلمان على التصويت على حكومة الوفاق الوطني بشكل سلمي بعد فشل مجلس النواب في عقد جلسة يوم الاثنين وحسم قراره بخصوص الاتفاق السياسي ومخرجاته دعا نائبا الأول والثاني للبرلمان لعقد جلسة طارئة الخميس عضو مجلس النواب سيام سرغيوه قالت إن الجلسة طارئة من المقرر أن يتضمن جدول أعمالها تعديل الإعلان الدستوري والتصويت على حكومة الوفاق في آن واحد إذا ما تحقق النصاب إلا أنه بالرغم من هذه المحاولات تظل ممارسات معارضي الاتفاق تهدد فرص التصويت على حكومة الوفاق حيث قال عضو مجلس النواب مصطفى أبو شغور إن معارضي الاتفاق السياسي يقدمون كل العرقين لمنع عقد جلسة البرلمان مبينا أنهم يشترطون إعادة هيكلة الحكومة لتأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي وإدخال تعديلات على الاتفاق السياسي وعلى رأسها إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق وهي التعديلات التي إذا ما فتحت تعني العودة إلى حوار جديد لا ينتهي نهيك عن إدخالها للمجلس في دوامة المحاصصات حسب تعبيره معارض الاتفاق ليس فقط أعضاء برلمانيين بل مالك فندق دار السلام توعد وهدد أعضاء مجلس النواب في حال منحهم الثقة لحكومة الوفاق الوطني وهو الأمر الذي فرض إمكانية نقل جلسات البرلمان إلى خارج طبرق بحسب مصدر برلماني من جانبه اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتين كوبلر أن مجلس النواب لا يتحمل مسؤولياته في إشارة إلى العراك داخل مجلس النواب قائلا إن المجلس لا يتصرف بشكل مسؤول تجاه إنهاء معاناة الشعب الليبي هذا وقدمت لجنة 6 زائد 6 والمكونة من 6 أعضاء من المتحفظين على الاتفاق السياسي وستة آخرين من المؤيدين للاتفاق قدمت مقترحا تضمن إلغاء المادة السامنة وتبعاتها وهو التوجه الذي يتبنه أيضا رئيس مجلس النواب عقيل صالح بحسب مصادر من داخل البرلمان فهل كل التوجهات داخل مجلس النواب ستتوحد يوم؟ أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية الجزائري عبدالقادر مساهل عمق العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر بليبيا وقال مساهل في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في طرابلس مع نائب المجلس الرئاسي أحمد معتيق إن بلاده ستبذل ما في وسعها لدعم ليبيا في هذه الظروف مشيرا إلى أنه ناقش مع المجلس الرئاسي تأمين المناطق الحدودية وتنميتها وتعد زيارة مساهل طرابلس الأولى لمسؤول عربي للقاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تكلمنا على تنمية المناطق الحدودية المناطق الحدودية بحاجة حقيقة إلى التنمية المناطق الحدودية لتكون جسر ببين البلدين والمناطق الحدودية كذلك فلا بد أن تكون حي ضد كل ما هو يهدد أمن واستقرار البلدين من جانبه قال نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق إن الجزائر ستكون من الدول السباقة لإعادة فتح سفارتها في العاصمة طرابلس وهي من الدول الداعمة للاتفاق السياسي مشيرا إلى ما تمت مناقشته خلال لقاء مساهل بالمجلس الرئاسي تناقشنا مع معالي الوزير على كثير من الأشياء فيما يخص الحدود فيما يخص التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب تجربة العشرية السوداء في جزائر كانت فترة طويلة ولكن تعلموا منها جزائرينا كثير ونريد أن يشاركونا في هذا المجال أصدر رئيس الأمريكي باراك أوباما مرسوما جديدا يخول للولايات المتحدة فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا تفاصيل أكثر عن هذا الإجراف في سياق التقرير التالي جميع الممتلكات التي هي في الولايات المتحدة أو تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية لأي من الأفراد والكيانات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا تعد محجوزة ذلك أبرز مجاء في مرسوم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما مخولا من خلاله وزارة الخزانة ووزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة مهددية الأمن والسلام ومخالفي حظر توريد الأسلحة وكل من قم بعمليات بيع غير شرعية للنفط الخامة المرسوم ينص على فرض العقوبات على من يتواطأ بشكل مباشر أو غير مباشر في الإجراءات أو السياسات التي تعرقل أو تؤخر احتماد التحول السياسي إلى حكومة الوفاق الوطنية الإجراءات التي قد تؤدي إلى اختلاس الأصول المملكة لدولة ليبيا الأطراف التي تمارس ضغوطا أو تقوم بتهديد المؤسسات المالية للدولة الليبية أو المؤسسة الليبية للنفط من ينفذ هجمات على أي مرفق رسمي الليبي بما في ذلك المنشآت النفطية ويشمل ذلك أيضا أي بحثة أجنبية في ليبيا من يسادف المدنيين من خلال ارتكاب أعمال العنف والخطف والتهجير القصري أو الهجمات على المدارس والمستشفيات والأماكن الدينية وهو ما يشكل انتهاكا خطيرا وانتهاكا للقانون الإنساني الدولي العقوبات شملت أيضا من تورط فيه الاستغلال غير البشروع للنفط الخام أو غيره من الموارد الطبيعية في ليبيا بما في ذلك الانتاج غير المشروع كبيع النفط الليبي وتصديره المرسوم الذي نوها إلى أن كل العقوبات السابقة تطال أيضا كل من ساعد ماديا أو وفر الدعم المالي واللوجستي جاء مؤكدا أن شخصيات مستهدفة من هذه العقوبات تمنع أيضا من دخول الولايات المتحدة الأمريكية سواء في شكل مهاجرين أو طالبي لجوء كما حذر المرسوم على شخصيات المستهدفة بالعقوبات أن تقدم لها أي مساهمة مالية أو سلعية مشترا إلى أن من يعرض على هذه الشخصيات صفقة لتجنب أو تهرب من تنفيذ العقوبات يعد متهما بكونه متآمرا ومهددا للسيادة الأمريكية وأنه بإمكان وزير الخزانة تضمين تصنيفات أخرى للمستهدفين بالعقوبات هذا وأوضح الرئيس الأمريكي في مرسومه مجموعة من الإصلاحات ومن هو معني بها تحديدا وكان من ضمنها مصطلح حكومة الإفاق الوطنية والتي عرفها بأنها سلطة حكومية شكلت وفقا لشروط الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في الصخيرات أو أي تعديلات عليها نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل مرسلون بلا حدود تصنف ليبيا في المرتبة الرابعة وستين بعد المئة في مؤشرات حرية الصحافة لعام الفين وستة عشر وتعتبر ممارسة الصحافة في البلاد فعلا شجاعة قوة مجلس الشورى مجاهد درنة تعلن تحرير المدينة بي كامل مما يعرف بتنظيم الدولة عقب سيطرتها على كرفات السبع والحيلة والحجاج المجلس الرئاسي يتعهد بتقديم الدعم لإعادة إعمار بنغازي وكوبلر يصف وضع المدنيين العالقين في المدينة بالخطير ساهل يبحث مع المجلس الرئاسي في ترابلس تأمين المناطق الحدودية وتنميتها ويقول إن الجزائر ستبذل ما في وسعها لدعم ليبيا اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي صباح الأربعاء مع رئيس الأركان العام للجيش الليبي المكلف محمد الأجطل ورؤساء أركان سلاح الجو والدفاع الجوي والقوات البرية وحرس الحدود وسلاح البحرية بالإضافة إلى رئيس هيئة العمليات برئاسة الأركان العامة وبحسب المكتب العالمي للسويحلي فقد تم خلال اللقاء بحث سبل دعم الاتفاق السياسي وتأكيد على التزام رؤساء أركان الجيش الليبي بالتعامل الرسمي مع المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي وعلى رأسها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في سياق ذي صلة قال نائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد معزب إن المجلس بحث خلال اجتماع ثالث آخر التطورات في البلاد وأشار معزب في تصريح صحفي إلى أن مجلس الدولة تطرق إلى الاستحقاق المتعلق بإكمال عضويته وأنه جرى الاتفاق على أن تسعى هيئة الرئاسة لاستكمال الموضوع بأسرع وقت معروف أن العضوية للمجلس الأعلى للدولة عددها 145 عضو 134 عضو تم طبعا احتمادهم في لايحة قدمت للبحثة منذ فترة طويلة وبقى 11 عضو تم مخاطبة المفوضية العليا للانتخابات بشأن هذا الموضوع وقد أجمع الأعضاء على أن هيئة الرئاسة عليها أن تتولى استكمال هذا الموضوع بأسرع وقت حلت ليبيا في المرتبة الرابعة والستين بعد المئة في تصنيف مرسلون بلا حدود لمؤشر حرية الصحافة لعام 2016 جاءت ليبيا في هذه المرتبة ضمن تصنيف شمل 180 بلدا حيث اعتبرت المنظمة ممارسة الصحافة في ليبيا فعلا شجاع وبحسب مرسلون بلا حدود فإن هناك حملة على الإعلام أكثر من أي وقت مضى بينما تتأثر الصحافة في القطاع الخاص بشكل كبير بالمصالح الشخصية هذا ويستند تصنيف مرسلون بلا حدود لحرية الصحافة إلى مجموعة من المؤشرات بينها استقلالية وسائل الإعلام والرقابة الذاتية والإطار القانوني والشفافية والبنى التحتية والتجاوزات عبرت مفوضية الأمم المتحدة سامية لشؤون اللاجئين عن مخاوفها من غرق أكثر من خمسمائة شخص بين ليبيا وإيطاليا الأسبوع الماضي في حادث قد يشكل أسوأ مأساة غرق خلال الاثنين عشر شهرا الماضية وذلك بناء على شهادات واحد واربعين شخصا نجوا من الكارثة بعد أن انقذتهم إحدى السفن التجارية ما نفهمه هو أن حوالي مئة إلى مئة شخص غدروا مدينة طبرق بليبيا متجهين إلى إيطاليا وقد قام المهربون الذين كانوا يقودون زورقهم بنقلهم إلى سفينة أكبر كان على متنها قبلهم مئات الأشخاص وأثناء عملية النقل في عرض البحر وفي الليل بدأت السفينة الكبيرة في الغرق عمليا كل من كانوا على متنها غرق قلة فقط نجوا ممن لم ينقلوا بعد إلى السفينة وقد شرفهم التيار لثلاثة أيام في البحر إلى أن أنقلتهم إحدى السفن ونقلوا إلى اليونان حيث تمكننا من مقابلتهم مباشرة إلى التذكير بعنوين النشرة قوات مجلس شورى مجاهدي درنا تعلن تحرير المدينة بالكامل مما يعرف بتنظيم الدولة عقب سيطرتها على الكرفات السبع والحيلة والحجاج المجلس الراسي يتعاهد بتقديم الدعم لإعادة أعمال بنغازي وكوبلر يصف وضع المدنيين العليقين في المدينة بالخطير وامساهل يبحث مع المجلس الرئاسي في ترابلس تأمين المناطق الحدودية وتنميتها ويقول أن الجزائر ستبذل ما في وسعها لدعم ليبيا ختام النشرة دمتم في أمان الله ورعايته اشتركوا في القناة